وامثال يا ربي ترزق الجنة بحيرة رقم واحد وبحيرة رقم اثنين دي لها بوابة بالشكل دوت ودي لها بوابة كده فالترعة اللي بتنقل المية او القناة اللي بتنقل المية هتنقل المية من بحيرة رقم واحد لبحيرة رقم اثنين وما ينفعش يكون بالعكس لانه الابواب مصممة عشان تفتح في الاتجاه ده وما تفتحش في عكس الاتجاه طيب ده كده يعتبر صمام سنائي له مدخل ومخرج طيب هنخليه سلاسي ازاي دي ارض زرعية تمام مرتبطة بالترعة بقناة احنا لما نيجي نروي الارض دي المية هتتسحب من القناة والقناة هتسحب المية من الترعة السؤال لحضراتكم دلوقتي اثناء ري الارض دي يا ترى منسوب المياه في البحيرة رقم واحد يحصل له ايه ومنسوب المياه في البحيرة رقم اثنين يحصل له ايه الاجابة المتسرعة انك هتقول لي البحيرة رقم واحد المية فيها هتنقص والبحيرة رقم اثنين المية فيها مش هتتغير دي الاجابة المتسرعة انما لو تأنينا في التفكير شوية هنلاحظ انه الطريق الرئيسي للمية المية بتتحرك من هنا الى هنا تمام ده الطريق الرئيسي وبعدين والقناة دي ما هي الا فرع تفرع من الطريق الرئيسي ده فاللي هيدخل عند القناة دي ما هو الا نسبة من المجرى الرئيسي خلينا نفرد ارقام وهنشتغل على ارقام دي نفسها حتى طول الحلقة ان شاء الله لو احنا قلنا مثلا لما يخرج عشرين لتر من هنا من بحيرة رقم واحد بيوصل الارض زرعي دي واحد لتر فقط فيبقى هيوصل للبحيرة رقم اثنين تسعتاشر لتر دي نسبة افتراضية اخوان طيب النهاردة في الارض دي لو احنا محتاجين خمسة لتر فبنوع بقى نبز المجهود عشان نشد الميا دي طب الخمسة لتر دول عشان يوجدنا احنا نصبنا لتر من كل عشرين يبقى هيخرج من البحيرة دي ميت لتر تمام وفحيوصل هنا خمسة وتسعين لتر طيب لو احنا النهاردة محتاجين في الارض دي عشرة لتر يبقى هنتطر هنسحب بقى من الترعة والترعة تسحب من بحيرة رقم واحد ميت لأ متين لتر طيب يبقى هينوب هنا مية وتسعين لتر يبقى هنا المية شغالة في هذا المجرى وده صمام سلاسي يعني ايه صمام سلاسي يعني الطريق ده طريق هو ماينفعش نمشي عكسه الطريق ده موحد نتجاه بس هو لو ما ادخل وما اخرجين لما هنتكلم على الترانزيستور بعد شوية هتلاقي بحيرة رقم واحد هي هتلعب دور الباعث وبحيرة رقم اتنين هتلعب دور المجمع والارض الزراعية هتبقى دي القاعدة هنشوف ازاي ده هيحصل بس صلى على النبي الاول صلى الله عليه وسلم يبقى انا اول مفهوم في الترانزيستور اعاوزك تبقى حافظ اسمه انه اسمه صمام ثلاثي ده الاسم الاولاني لان ده هو اللي بيؤدي لاتبيان الوظيفة في مخك صمام ثلاثي ماشي وبعدين وصلة ثلاثية مو ده اللي انت هتطلع منه التركيب وبعدين اللي هو الترانزيستور ماشي يعني ايه بقى وصلة ثلاثية الوصلة الصنائية لما درسناها كانت عبارة عن بلورتين بلورة من النوع ن وبلورة من النوع بي طيب ده لما يكون وصلة ثلاثية هيبقى اكيد ثلاث بلورات ثلاث بلورات وانا ما عنديش غير فئتين يبقى لابد ان تكرر فئة ولابد ان توضع المختلفة في المنتصف فانا بمزيد من التفكير كده هقدر اتوصل للاحتمالات اللي احنا شغالين عليها انه بلورة ان في المنتصف وبلورتين بيه على الاطراف او العكس بلورة بيه في المنتصف وبلورتين ان على الاطراف طيب يبقى التركيب لما اجي اشتغل عليه وقبل ما اقول لك ده نوعه ايه خليني اخليها سؤال مرسوم بالشكل ده كده واقول لحضرتك تعرف على نوع الترانزيستور من الشكل مجرد النظر لما بتشوف المصباح مضيء يبقى فيه هنا توصيل امامي يبقى موجب البتري متوصل مع بيه وسالم البتري متوصل مع بلورة ان يبقى الترانزيستور ده اكيد ان بي ان طب ما تجي نطور السؤال شوية ممكن يقول لي كيف تتعرف على نوع الترانزيستور ان بي ان او بي ان بي اقول له نحضر مصباح وبطارية ونصل موجب البطارية بالبلورة الوسطى وسالم البطارية بالبلورة الترفية اذا اضاء المصباح يكون هذا ترانزيستور ان بي ان واذا لم يضيء المصباح يكون ترانزيستور بي ان بي طب تمام صلي عنك صلى الله عليه وسلم دلوقتي احنا اتكلمنا في تركيب الترانزيستور تركيب الترانزيستور هو ثلاث بلورات تمام زي ما احنا شايفيه تركيبه بسيط جدا طب اللي بعد كده في حاجة اسمها التوصيل بقى ان انا اوصل الترانزيستور ازاي انا مش عايزه يبقى مجرد حفظ انا عايزك يعني تستفيد بالرسمة التقريبية دي كده ونعمل لها اسقاط على الوظيفة بتاع الترانزيستور تعال نشوف ده هو هيلعب دور البحيرة رقم واحد ده انا عايز المية تخرج منه فهو اسمه باعث الباعث دوت عشان يبعث هو هيبعث ايه هيبعث هنا هو ده غني بالالكترونات تمام فعشان يبعث الكترونات فكر شوية كده عشان الالكترونات تنطلق منه زي ما المرة تنطلق من بحيرة رقم واحد كده يبقى لازم يوصل بجهد ايه بقاه سالب تمام يوصل بجهد سالب عشان السالب ده يتنفر مع الالكترونات وتندفع الالكترونات طيب البلورة الان التانية دي هتلعب دور البحيرة رقم اتنين هي عايزة تستقبل المية اللي بعتها لها البحيرة رقم واحد دي اسمها مجمع طب عشان تقدر تجتزب اللي بعتها البحيرة الاولى يبقى احنا هنوصلها بالجهد الموجب تمام ويبقى هنا الباعف ان متصل بسالب يبقى توصيله امامي طيب والمجمع ان برضو بس متوصل بالموجب يبقى توصيله ايه عكسي مش عارفين بقى هي دي قاعدة ولا دي حالة خاصة لما نشوف الترانزيستور التاني طيب البي دي انا قلتلك هتلعب دور الارض الزراعية طب والارض الزراعية عايزة تاخد من المية اللي مبعوطة من عند البحيرة رقم واحد طب يعني ان عايزة الالكترونات دي تكمل كده وجزء يتفرع على اليسار يبقى لابد ان توصل ايه بجهد الموجب برضو يبقى دي اسمها القاعدة ولو بصينا لرسمة البحيرة ورسمة الترانزيستور هنلاقي ان المية تحركت هنا في هذا الاتجاه تمام وانه الالكترونات تحركت بنفس المفهوم يعني طيار الالكترونات منطلقا من الباعث تتحرك تجاه المجمع والقاعدة تمام والاسم اللي انا بحطها هنا دي اسم بتاعة الطيار الالكتروني طيب يا ترى هنا هيكون نفس المفهوم ولا لا اصلي عن نبي الاول على السلام وجميلة او الصورة كده نخليها مع بعض هنا ده برضو هيلعب دور الباعث يعني ده هيلعب برضو البحيرة رقم واحد بس المرادة المية مختلفة المية اللي هي ايه بقى فجوات المرادة طيب يا جماعة عشان هذا الباعث يبعث الفجوات يبقى لازم يتصل بجهد ايه موجب عشان تنطلق منه طيب ودي برضو المجمع عايزة تتصل عايزة تسحب الفجوات دي فهتتصل بجهد سالب تمام وبعدين ودي الارض الزراعية عايزة تسحب من الفجوات المرسلة برضو تتصل بالسالب لاحظ هنا برضو الباعث هو بوزتيف هنا بيه موصله بالموجب يبقى برضو توصيل امامي طيب والمجمع بيه متوصل بالسالب برضو توصيل عكسي اذا هي قاعدة مش حالة خاصة انه الترانزيستور بيتوصل هنا الباعث امامي والمجمع توصيل عكسي طيب هنا الطيار هتمش برضو الطيار في اتجاه الالكترونات يعني هنا هتعمل اسهمك ده اسمه IC وده IB وده IE دي طريقة توصيل ترانزيستور تمام ولكن في رسم اخر لازم نوضحه برضو طريقة التوصيل بالرسم اللي هو التقليدي الرسم التقليدي ده تفضح هنعمله ازاي بص يا سيد صلي عندي على السلام الرسم التقليدي او في الدوائر التقليدية الترانزيستور بتبدأ بشكل دايرة كده تمام ده ترانزيستور برضو NBN وده الباعث القاعدة المجمع تبتدي تحط الاشارات بتاعتك الاشارات هتكون ازاي اولا نوع ترانزيستور NBN فالباعث من النوع N والباعث دايما بتوصله امامي فبما انه N هتحط هنا سالب وما تفكرش تاني بقى هناك الاثنين التانين موجبي بس هنا الفرق انه الطيار بتمشي طيار تقليدي يعني من الموجب للسالب فلازم تحط هنا ساهم في الجزئية دي كده تمام وتحط الاشارات بتاعت الطيار او الاسهم من الموجب الى السالب يعني ده IC وده IB وده IE طب ده الترانزيستور NBN طب يا ترى BNB الموضوع هيختلف لا مش هيختلف الBNB مش هيختلف في الرسم العام انما في التفاصيل هيختلف شوية صغيرين طيب لو ده بقى قصدنا ترانزيستور BNB هنعمل ايه برضو ناخد بالنا انه ده الباعث قاعدة مجمع وبعدين الباعث المراد بي فنوصله بالموجب والاثنين التانيين بعد كده على طول ايه بالسالب المجمع والقاعدة والاسهم هنا مع الطيار التقليدي واخد بالك مهم ما اوي شكل السهم ده الفرق بينهم وحط هنا الاسهم بتاعت الطيار التقليدي يعني ده IE وده IC وده IB الرسمة دي انت لازم تجربها بنفسك هي موجودة في كتاب الوزارة زي ما انا رسمها بالظبط بس اللي انا اضافته اللي انا حطيت الرسمة التشبيهية دي فانت هتاخد بالك انه الترانزيستور دايما بيشتغل في هذا الاتجاه فانت اذا يعني اتقنت واحدة فعليا واسقطت نفس الفكرة على التاني انت مش هتطلق بقى خالص ان شاء الله في التوصيل طيب يبقى ده احنا كده اخدنا اسم الترانزيستور واخدنا التركيب بتاعه واخدنا طريقة التوصيل طيب اما عن استخدامه الترانزيستور يستخدم احنا هنتكلم النهاردة عن استخدامه كمكبر وبعدين القوانين بتاعته وبعدين استخدامه كمفتاح واستخدامه كعاكس وان شاء الله يكون فيه استخدامه كبوابة منطقية وبعض المسائل طيب احنا هنازلين استخدم الترانزيستور كمكبر طيب يعني ايه كمكبر صلي على السلام دلوقتي انا لما يجي اه اتكلم او خلينا الاول نبص على الراسمة دي مرة تانية معلش الراسمة دي تحديدا هلاقي انه دايما لما انا في الارض الزراعية اسحب مية البحيرة رقم اتنين هتستفيد اكتر مني انا يعني كل حركة مائية تحصل هنا بيحصل ادى هنا تسعتاشر مرة تمام يعني كل لتر يمر اصاده تسعتاشر لتر هنا ماشي ده تقريب رقم واحد اما التقريب رقم اتنين لما اجي اتكلم مثلا عن مايكروفون انا بتكلم في مايكروفون عايزين نفكر كده المايكروفون ده كاميونت لو بافترض ان هو مايكروفون لو سلك يبقى هو تلت وحدات الوحدة الاولى المايك اللي انا مسكه في ادية وظيفته بيحول صوتي لاشارات كهربية الاشارات الكهربية دي هتمشي في السلك وبعدين تدخل على حاجة اسمها الامبيليفاير مكبر بيكبر الاشارات طب هل هو هنا كده بيخترق قانون بقاءة الطاقة لا ما هو بيستمد الكهربية من المصدر بقى يبقى اليونت التانية دي هي اللي هتكبر الاشارة وبعدين الاشارة اللي كبرت دي هيخرج بقى سلك من يعني عايز تقول المكبر دوت تلت اسلاك سلك داخله جاي بالاشارة اللي انا بعتها له وسلك من المصدر الرئيس اللي هو بيزود بيه الكهرباء وسلك يخرج منه على ايه بقى السلك اللي هيخرج منه دوت هواديه على السماعة السماعة اللي هي هترجم الاشارات الكبيرة الى صوت ضخم يعني الفكرة باختصار اني انا هنا عندي حاجة بتكبر الاشارات الكهربية طيب مثال بالارقام انا تكلمت فخرجت اشارات مثلا قيامها واحد ثم اثنين ثم ثلاثة مثلا تدخل على المكبر دوت هيخرجها له من ناحية التانية مثلا مية متين تلتمية فالسماعة لما هتيجي تعمل الترجمة العكسية هترجم الاشارات مية متين تلتمية الى صوت ضخم طيب ماشي احنا بقى مهمتنا عايزين نفهم ايه اللي حصل في الامبليفاير ده او ازاي الترانزيستور هو هيعمل كمكبر تعالى نشوف كده ببساطة ازاي الترانزيستور هيعمل كمكبر احنا خلينا الترانزيستور دوت نفكر بالراحة كده هو دلوقتي ده كان اسمه ايه ده باعث ودي قاعدة ودي قاعدة وده مجمع ماشي الباعث متصل زي ما احنا شايفين بالموجب فانا حوصله بالجهد الموجب بتاع باتري طب وده اللي هو المجمع متصل بالموجب زي ما احنا شايفين اما الباعث متصل بجهد سالب اهو طيب طب والقاعدة ما همتصلها بجهد موجب ماشي هنوصلها بجهد موجب هوت طيب ممكن نتأمل كده التحرك بتاع الالكترونات في الدايرة دي هنلاقي مثلا من الالكترونات لو خرجت من هنا كده هتتجمع هنا اهو وبعدين تكمل تاني يعني بالزبط تمدية المصار بتاع الميا اللي احنا قلنا عليه من البداية خالص طيب لاحظ ان هنا عندي دايرتين واللي مشترك بينهم الباعث طيب ازاي بقى ده هيعمل كمكبر صلع النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام بص لو كان ينفع ان انا مسلا اسحب الالكترونات كده اشفطها من هنا يعني لو كانت دي شاليمهم انا شفط الالكترونات بقى من هنا طب الالكترونات انه هشفطها دي هتجيلي منين من عند الباعث ولا من عند المجمع الالكترونات هتيجي كده يبقى هتيجي من عند الباعث طب بأنا وأنا بشفط كده هل كل الإلكترونات دي هجيني أنا ولا هتطلع فوق أغلبها ده أغلبها يطلع فوق طب مثال بالأرقام لو أنا تمكنت من سحب واحد إلكترون فمثلا كانت أسبب في كده خروج عشرين إلكترون من هنا فأنا جالي واحد بس منهم يبقى هيكمل تسعتاشر أنا مستخدم نفس الأرقام عشان يبقى الكلام سهل طيب لو سحبت خمس إلكترونات يبقى أنا خرج لي من هنا مية ووصل هنا خمسة وتسعين طب لو سحبت عشر إلكترونات يبقى أنا خرج لي من هنا ميتين ووصل هنا مية وتسعين طيب يبقى اللي مركز معايا ده كل حركة هنا تظهر قدها تسعتاشر مرة الناحية التانية وهنكمل الكلام ده بقى بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل يلا إحنا كلنا وقفين عند استخدام الترانزيستور كمكبر تعالوا نشوف كده كنا بنقول إيه؟ إحنا كنا بنقول وإحنا بنستخدم الترانزيستور كمكبر إنه لما أنا سحبت إلكترون واحد من هنا خرج عشرين من هنا فتسعتاشر كمله طيب لما سحبت خمسة من هنا خرج مية من هنا فخمسة وتسعين كمله طيب لما سحبت عشر من هنا خرج ميتين فمية وتسعين كمله طيب يعني كل إشارة كهربية تحصل هنا تحصل زيها تسعتاشر مرة عند المجمع طيب وبعدين أنا طبعا مش هينفع عملية إن أنا بشفط الإلكترونيات والكلام ده وتقمالها عمل إيه؟ المايك اللي أنا هتكلم فيه مش إحنا اتفقنا إنه هو بيحول صوت لإشارات كهربية بيتم إدخال الإشارات دي على طيار القاعدة يعني كل كل ما أنا هقولها هتحرك إلكترنات فهتسبب تحريك للإلكترنات من هنا تمام؟ فلو فرضنا إنه كلامي حرك إلكترون ثم خمسة ثم عشرة يا ترى هنا حيتحرك كم بقى؟ حيتحرك زي ما أنت قلت تسعتاشر ثم خمسة وتسعين ثم مية وتسعين تمام؟ يبقى الإشارات اللي حصلت عند طيار القاعدة وصلت مكبرة عند طيار المجمع تمام؟ فأنا أخذ بقى طيار مجمع ده أوصله بالسماعة بتاعتي يبقى دلوقتي إزاي بتستخدم الترانزيستور كمكبر؟ أقوله يتم إدخال الإشارة الكهربية المراد تكبرها على طيار القاعدة فيظهر تأثرها مكبرا على طيار المجمع وده ملخص الكلام وحاولنا يكون الموضوع في فهم أكثر منه حفظ طيب عندي بقى قوانين كتير في الجزئية دي محتاجة أن يكون مركزين قوي فيها القانون الأول حاول أنت تكملهولي IE تساوي إيه يا ترى؟ IE اللي هو طيار الباعث ها الله ينور IB زائد IC تمام في بقى هنا سؤال مهم أوي اللي هو لأ قلتلك أكمل كلما زاد IB فإن IC آه في ناس بقى تنخدع يقولك IB زيد IC هيقل مش أي إيه ثابت وجبت منين أنت أنه أي إيه ثابت دا ده احنا بقلنا من أول الحلقة عايزة وصل النقطة دي كلما زاد IB فإن IC يزداد هو مش الأرض الزراعية اللي كانت مرسومة هنا كنا كلما بنسحب ماء أكتر تروح للبحارة اللي هناك ماء أكتر هو مش في الإشارات اللي كانت مرسومة في الترانزيستور كمكبر كلما أنا أحرك إلكترون يتحرك هناك 19 يعني أحرك 5 أتحرك هناك 95 يبقى كلما حرك كلما يكون IB كبير IC طب والعكس صحيحة آه يبقى مهمة أوي إن أنا أعمل بغطة على الحتة دي في الفهم كلما IB هيزيد IC هيزيد طيب كمل وبعدين عندي قوانين كتير تانية عندي النسبة بين IC على IE دي اسمها جماعة نسبة التوزيع ودائما قريبة من الواحد الصحيح وتطلب كتير أوه في المسائل وفي المثال اللي احنا قلناها كانت دي 19 ودي 20 فكان الرينج بتاعها 95% طيب وعندي كمان IC على IB دي اسمها نسبة التكبير IC على IB نسبة التكبير وكانت في المثال بتاعنا 19 على 1 طيب ماشي في بقى ربط ما بين البيتا اي والالفا اي إنه هي البيتا اي مش هي IC على IB كمان طيب ما الـ IC هسيبها زي ما هي والـ IB هحط مكانها من العلاقة اللي فوق IE ناقص IC وبعدين هنزل الـ IE وبعدين مكان كل IC هنزل ألفا EIE يعني هيبقى ألفا EIE على IE على ألفا EIE وأسم كله على IE فيتبقى ألفا E على واحد ناقص ألفا E تمام يبقى أنا حصلت على علاقة بيتا E بتساوي ألفا E على واحد ناقص ألفا E ونجرب نشوف إحنا صحة ولا غلط في المثال كانت دي بـ 95% على واحد ناقص 95% فيبقى 5% في المقام 95% على 500 طلع الناتج 19 طيب ممكن من العلاقة دي أحصل على علاقة في عكس الاتجاه إزاي هعمل معص تبقى ألفا E بتساوي بيتا E ناقص ألفا E بيتا E طيب هجيب السلب ده هنا تبقى ألفا E زائد ألفا E بيتا E ده كله بيساوي بيتا E أخذ الألفا E مشترك فيتبقى عندي أنه ألفا E افتح قوس واحد زائد بيتا E ده كله بيساوي بيتا E طيب أخيرا تبقى ألفا E بتساوي بيتا E على واحد زائد بيتا E وفي المثال اللي عندنا كانت بالأرقام كانت دي تسعتاشر فيبقى في التعويض تسعتاشر على واحد زائد تسعتاشر فيطلع الناتج تسعتاشر على عشرين يعني 95% دي قيمة الألفا E القوانين دي أكثر قوانين استخداما يعني أنا أنا بنصحك في أي مسألة من اللي إحنا هنشوفهم بعد شوية مهم يكون عندي التلات حاجات I, C, I, B, I, E وبعدين أشتغل بالصورتين السهلين أو دول أحسن من أن أنا أربط بالطريقة دي دي بلجأ لها لما أديك معلومة وأطلب منك التانية أدي لك ألفا E وأقول لك هاتلي بيتا E أدي لك بيتا E وهاتلي ألفا E طيب ودي ممكن تيجي كسؤال صغير يعني ممكن سؤال اختر أدي لك ألفا E وأطلب منك بيتا E بس مش هدي لك بقى ولا I, E ولا I, C فيبقى المعادلتين دول أجيب منهم ألفا E أجيب منها بيتا E بيتا E أجيب منها ألفا E طيب الجزئية اللي بعد كده استخدام الترانزيستور كمفتاح وكعاكس والجزئية دي في ناس كتير حفظها يارب نوفق في أن انتوا تفهموها بسم الله الرحمن الرحيم الترانزيستور كمفتاح ON دلوقتي يا جماعة أنا عندي بطارية وعندي مقاومة ولتكن دي مصباح وده مفتاح في الوضع ON طب أي حد يشوف الرسمة حيعرف على طول أنه المصباح مضيق طيب ماشي المطلوب إن أنا عاوز أستبدأ المفتاح ده بترانزيستور والمصباح يكون مضيق طب إيه لازمة تستبدالي المفتاح بترانزيستور ما خليه مفتاح وخلاص في الأجهزة الإلكترونية أنا عايز أقفل الدايرة وأفتح الدايرة ألف مرة في الثانية أرقام كبيرة مش هينفع مفتاح ميكانيكي لازم مفتاح الإلكترون اللي هو ترانزيستور عاوز أستبدل ده بترانزيستور ماشي فهجيب ترانزيستور وبعدين ترانزيستور له إي بي سي عشان أخلي المصباح ده يضيق يبقى لازم الطيار اللي جاي عند المجمع يبقى كبير أو يمر طيار يعني وهنسمي المقاومة ده آر سي طب عشان يا جماعة آي سي يكبر لازم في ترانزيستور يبقى آي بي يكبر وإحنا لسا أقلين الكلام ده دلوقتي طب عشان آي بي يكبر لازم القاعدة توصل توصيل أمامي طب يا ترى هي القاعدة نوعها إيه تعالى نعرف هو نوع ترانزيستور إيه أساسا الباعث متوصل بالسالب يبقى ده توصيل أمامي إحنا متنفقين يبقى الباعث دوت من نوع N يبقى الترانزيستور دوت N بي N وفي سهم هنا هوت يعني القاعدة بتاعتي بي عشان أوصلها أمامي توصل بالموجب تمام طيب يبقى لكي يعمل الترانزيستور كمفتاح أن نعمل إيه؟ نقوم بتوصيل القاعدة أماميا فيزداد IB ويزداد IC يعني يمر طيار في الدائرة طيب هل العكس صحيح؟ عشان أخلي الترانزيستور كمفتاح في الوضع هل هيكون نفس الطريقة؟ طبعا إننا عايز المقاومة دي اللي هي المصباح ده مثلا لا يضيق يبقى عايز الطيار ده ضعيف أو صفر يعني يبقى أنا عشان أخلي IC صغير جدا أو منعدم يبقى لازم أعمل نفس القصة في IB طب وعشان IB يبقى صغير أو منعدم يبقى لازم القاعدة يا جماعة توصل توصيل عكسي تمام؟ يبقى أنا لو وصلت القاعدة توصيل عكسي IB هيقل فIC يقل فخلاص كده ما فيش طيار أو IB ينعدم أو وعدين IC ينعدم فما فيش مرور طيب ده ترانزيستور برضو NBN يبقى لكي يعمل الترانزيستور كمفتاح OFF نقوم بتوصيل القاعدة عكسيا فيقل أو ينعدم IB ويقل أو ينعدم IC يعني لا يمر طيار طب ليس بقيت الكلام الأهم هو إزاي بقى يعمل كعاكس صلي عن نبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام الترانزيستور عشان يعمل كعاكس أنا عايزك دلوقتي تفصل كل اللي فات إنسا اللي فات رحنا للترانزيستور إحنا عايزين نعرف هو يعني إيه بيعمل كعاكس دي أول حاجة هي البتري دي اسمها VCC مقاومتها الداخلية Zero الجهد المبزول هنا اسمه ICRC والجهد المبزول هنا اسمه VCE فيبقى من قانونهم للدوائر المغلقة جهد البطارية بيساوي مجموع الجهدين دول يعني VCC يساوي ICRC زائد VCE ال VCC مقدار ثابت طب مرة تانية جهد البطارية VCC مقاومتها الداخلية Zero الجهد هنا ICRC طب الجهد هنا VCE ماشي يبقى برضو ال VCC تساوي ICRC زائد ال VCE ال VCC مقدار ثابت طيب وبعدين هو بيقول لترانزيستور يعمل كعاكس طب روحت لترانزيستور بنسأله هو يعني ايه انت تعمل كعاكس قال يعني اذا اعطيتني جهدا كبيرا اعطيك جهدا صغيرا واذا اعطيتني جهدا صغيرا اعطيك جهدا كبيرا طب السؤال الاهم فين الانبوت بتاع ترانزيستور وفين الاوتبوت تعالا ورينك جهد القعدة هو ده جهد الداخل طيب وال VCE هو ده جهد الخارج مرة تانية للتأكيد جهد القعدة هو جهد الداخل ال VCE هو جهد الخارج طيب وبعدين هو بيقول لي اذا كان ال VN كبير ال VAوت حيكون صغير طب واذا كان ال VN صغير ال VAوت حيكون كبير طب ودي ازاي حصلت صلي على النبوة انا اقول لك عليه الصلاة والسلام براح مش في المشهد ده انا وصلت القعدة امامي يعني اديت لها جهد كده يعتبر الداخل كبير ماشي ايه النتيجة في الاخر مش واحدة واحدة اما وصلت القعدة امامي زاد IB فزاد IC فزاد ICRC لو ده يعني ICRC ده زاد فقل VCE فقل الخارج اقولها لك مرة تانية كيف يعمل هنا الترانزيستور كعاكس في المثال دوت اقول له عندما وصلنا القعدة امامي اي VN كبير تمام انا وصلت القعدة امامي كده المدخل انا مدينه جهد كبير من هنا فاقل اللي حصل زاد IB فزاد IC فزاد ICRC فقل VCE ماشي ماشي بقى ال V او ال D A قالت طب وهنا هل حصل الكلام برضو اه هنا انا وصلت القعدة توصيل عكسي لما وصلت القعدة توصيل عكسي يعتبر كده ال VN صغير تمام او يعني اكيد ما وصلتهاش خالص ال VN بصفر او بسالب تمام يبقى ال VN صغير ايه اللي حصل IBL ICL ICRCL ومن ال VCE زاد لان ال VCC ثابت معا يا جماعة يبقى مرة تانية ال VN انا وصلت عكسي القعدة يبقى كده صغير ال VN صغير فايه اللي حصل قل IB فقل IC فقل ICRC فزاد VCE يبقى انا كان الجهد القائل داخل صغير كان جهد الخارجي ايه كبير يعني هنا استخدام الترانزيستور كعاكس لو انا بقى انا هتكلم بالراحة وحاول انت تكتب وراي ترانزيستور كعاكس اقول له واحد ننظر او نقوم بتوصيل الدائرة كما بالرسم تمام اتنين فيكون VCC بساو IC RC زاد VCE بينقصين VCC ثابت تلاتة عند توصيل او ننظر لسلوك الترانزيستور نفسه فيكون كما يلي معتبرين ان جهد القاعدة هو الدخل والVCE هو الخارجي دي كلمة مهمة اوي الف وبه الف عندما يكون القاعدة موصلة اماميا بينقصين VN كبير يزداد IB فيزداد IC فيزداد IC RC فيقل VCE اللي هو الاوت طب وعندما نوصل القاعدة توصيلا عكسيا يكون VN صغير فيقل IB فيقل IC فيقل IC RC فيزداد VCE اللي هو الاوت للأسف الوقت خلص بسرعة ان شاء الله مرة رجح نكمل 15 بإذن الله نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته